لكي تكون الدبلوماسية الجزائرية قوية يجب أن تكون جهاز مخابرات قوي على قوة جهاز المخابرات الخارجية تكون قوة وزارة الخارجية والدبلوماسية محمد صديق بن يحيان اللي ضربوا صدام حسين بميسيل وقتلوا بشعب يفهمها هذه والتحقيقات الميسيل اللي ضربت الطيارة نتعفل نيحيان ميسيل الروسي الروس باعوه للعراق قضية الراهائن الأمريكان لأني تعجبت ونظرها للشباب الجزائري ما يعرفش تعجبت محمد صديق بن يحيان نعرفش قضية الراهائن الأمريكان لفتورة إيرانية قضية الراهن الأمريكان لفتورة إيرانية تقضية الراهن الأمريكان لفتورة إيرانية وبفلسطين وكانت محتارمة هي اللي خلت الخارجية تتحاول مع السلطات الإيرانية ستة المخابرات الجزائرية وعلى رأس همزة الوصل كان زقار باش الناس تعرف اللي كان مصدر تيقى بين الولايات المتحدة والمخابرات الجزائرية وإيران وكان عنصر محواري الله يرحمه ومحمد صديق بن إحيا بالحين كانت تعوي لذا إذا كنت تريد أن تكون قوية ديبلوماسي قوية أي ديسير فيزا ونفس الشيء نفهم الشعب الجزائري النهار تقود بلادنا دولة قانونية والمخابرات والقوى الأمنية مخابرات يعني في أقصى التطور الجزائرين يحدون لا يسحقوا فيزا بعد أن يذهب للخارج لأن الدول تنزع لك الفيزا وتنزع لك الأبد الموند فيزا تنزع لديك سلطات أمنية استخباراتية حقيقية لا يوجد أن تقود أن تقود لأن تقود أن تقود لأن تقود أن تقود لأنهم يغلقوا عليك هذا الشطر الأول ديبلوماسي ديبلوماسي مرتبطة وإستخبارات بالمخابرات لا يوجد شيء أخرى لا تسمعوا لا ما يحضرون لكم هذه الناس لا يوجد لا يوجد لا يوجد كمبيتنس يتحدث عن بلس بلس ديموكراسي هذوو الناس تقود لا يوجد الناس لا يوجد العالم عالم عالم معلومات معلومات يعني مخابرات عالم إعلام يعني مخابرات حتى جوناليست يعني إعلام يمكن الإنسان يمكن الإنسان يعني التحريات هذه الوضع النظرة الحقيقية الشطر الثاني تحت السؤال هل الحادثة عن الجيش يعني نحدثه الجيش أولا الجيش لازم ناخده على أساس أنه مثله مثل مؤسسة اقتصادية لازم نستغل الجيش إلى أقصى درجة عندنا مدارس عليا الان الجيش وشي هو الجيش هي تنظيم صحة الانسفال الان الجيش هي التكنولوجيا تطور تكنولوجيا هي هل عندنا المدارس العليا عندنا هل لازم تتطور هي هل يجب إدراج الجامعة الجزائرية ضمن خدمة تطور تكنولوجيا الجيش هي هل يجب أنه الانجينيور دولارما لا يستغلش فيهم نعاوضون فيرسيهم للسيفيل للإيكونامي للإندوسترية وي هي الجيش ليس حاجة خارجة عن الشعب أو الوطن أو المجتمع أو المؤسسة الاقتصادية فهو مؤسسة اقتصادية الجيش يأكل الدراهم لازم يخلق للدراهم نطوروه سينار مال نطوروه لأن الجيش ينتعنا لازم يكون فعال في حماية الجزائر في الداخل وفي الخارج الجيش ينتعنا يحمي أمن الجزائر ماشي داخل للوطن ما تصررنا شكي جحا قالوا الناري في الفيلاج قالوا ما تغطي داري قالوا ما في دارك تغطي داري لا لا أنا كنتش على النار ماشي في الفيلاج في الفيلاج اللي من هيه الروح نطفيها ن هيه ما لازم تلحق حتى الريحة تحل الجزائر وهذا من حقي وهذا دور الجيش دور الجيش أنه يأمن الاقتصاد في كل المنطقة باش على على قد ما تكون الأمن تكون تعاملات الاقتصادية دونك الوزناوات التزاير والتجار وإكستراء والأفارقة نقدر يكون تبادل تجاري في ضمن الأمن شام عامل ماشي بوكو حالة تطعكي مننا والحركات الإرهابية مننا ويكسروا في الطرق ويطعكي في الترك ويطعكي في الإيكونامي ويطعكي في الفيلاج ويجي واحد يقولي حركات تحرورية الجيش لازم يتطور على أساس تقني وعلى أساس قد ذلك الاستغلال حتى من البوژي بسرقد أنفسنا تقدره يزتي خبره ترجمة نانسي قنقر 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 العالمية الثالثة هذه تعالكوفيد شكون روزارة الراحي في الدفاع وزارة السحة دونك هنا القوات غيرت دونك شكون روزارة وطالع في الكرينو c'est le laboratoire de recherche biologique c'est la virologie c'est tout ce qui est recherche pharmaceutique هم الراحي في صدراء ce n'est plus la défense رغم العالمية الثالثة et ce n'est pas la défense ما كان الميسي تقديم المخابلات رغم العلمية الثالثة les services de l'enseignement ملتقابل المدينة mille fois plus على رجع de virologي de chercheur comment récupérer des formules quels sont les vaccins existants qu'est-ce qui se passe dans le monde l'impact économique qu'a eu le covid tout ça دير رغم العالمية استغباراتية معلوماتية ما دختا رغب العسكر